السلام عليكم ادري مفاجأة كبيرة معرف صراحة انا واش نقول بانه خبر ريد او لا بحاجة ان المدرب دى المنتخب البلجيكي مارتينيز كيدر تصرفات وافعال مع اللاعب المغربي الخنوس ماشي عادية وهي اشكل تالي مدرب بلجيكا مارتينيز ربما يحتاج هنا تدخلا وربما قد نطالب الفيفا بتدخل لوضعه عند حده عيب هذا الذي يفعله عيب مارتينيز لا يكل ولا يمل في التواصل عبر رسائل نصية عبر الواتساب مع مواهبنا المغربية التي تلعب ببلجيكا بحاجة ان الخنوس اكثر لاعب كيلح عليها مارتينيز باش ينضم المنتخب البلجيكا ودفع التكرار كما كان وقعت حالي دي مع الشادلي ومروان في اللايني وبالتالي عندنا الدليل باش نوقفو عند حده المدير التقني الكرة البلجيكية خرج اللي يعتاره بلسانه ولدينا ما يتبج هذا ايضا مارتينيز محبط بسبب بلال خنوس فلو يمثل هذا اللاعب منتخب المغربي هنا ربطة بالحلقة ندوي على المنتخب الاول بحاجة باقي عنده فرصة خرية قدر يمثل المنتخب بلجيكي رسميا فسيكون اهم موهبة يوضيعها متخب بلجيكي خلال العقد الاخير صدقوني اقول هذا انا واتق مما اقول بلا الحسن الامر دي لوجه حالة دي اختار تمثل المغرب وصراحة ما عادش اهمية الاخبار دي لبلجيكا وكان خرج حامد صراح بانه وخاصو محترموا القرار ديالو هاتي طار عليه كفكرني شو نطرع مع الزياج لكن طبعا حال نداء الاقلب كيجي اولا وكتمنه وصراحة انهاتي ما تقطرش عليه على موصل القرابة الجيكية ولما لا ينضمن احد دولات الاخرى باش يزيد الديفلوب هتبلكم فاد اللاعب الخوت تشال الله وفرصكم